الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأله والصحبه ومن وله السلام عليكم بعد تقديمي للشريط الإخباري الذي تشاهده الآن في مجموعة من الحلقات السابقة على هذه القناة وأيضا القناة الثانية لموقع مشروح توصلت بالعديد من الطلبات من بعض المتابعي ومحبي موقع مشروح من أجل شرح كيفية الطريقة التي استخدمتها في عرض هذا الشريط وعدتهم بالتخصيص الشرح لهذا الموضوع وهانا ذا أفي بالوعد مرة أخرى بفضل الله فإلى التفاصيل مرحبا بك مجددا إذن كل ما عليك فعله أولا هو استخدام برنامج كامتازيا السوديو إذا لم تكن تعريف هذا البرنامج فهناك مجموعة من الشرحات التي شرحت في هذا البرنامج مع رابط التحميل كلها تجدوه في موضوع الحلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب إذن فقط نقوم بسحب الفيديو الذي نريد أن نضع عليه الشريط الإخباري مثلا أختار هذا الفيديو شح رقم 1012 الذي شرحت فيه كيفية التجسس على هاتف أي شخص معك في الشبكة ومعرفة المواقع التي يزورها إذن فقط أخذ الفيديو الذي تريده على هذا الشكل مثلا كما تريد معي ثم تذهب إلى هذه الأيقونة الكالوتس بعد ذلك تختار هذا الخيار عندنا هنا ثم نقوم بتصغير حجم الشريط هذا هو الشريط كما تريد معي وتختار المكان الذي تريد وضعه فيه هل في الأعلى أم في الأسفل نختار وضعه مثلا الآن في الأسفل على هذا الشكل نكبر الحجم قليلا حتى يظهر لديك تختار أيضا المكان الذي تريد للشريط أن يظهر فيه من هنا فنقل هذا المكان مثلا على هذا الشكل بعد ذلك نذهب إلى نفس المكان هنا في الكالوتس ونختار كتابة النص الذي نريده بالضغط على الحرف T اختصار تكست ثم تكتب أي نص تريده مثلا موقع مشروح هذا هو النص كما تشاهد معي نقوم بتكبير حجمي من هنا واختار مثلا 36 ثم أيضا تختار من هنا اللون الذي تريده واختار مثلا الأبيض بعد ذلك فقط تقوم بوضعي في الشريط أيضا يمكنك تغيير اللون الشريط فقط بالضغط عليه هنا ثم تذهب إلى الشريط هذا هو كما تشاهد معي في الأسفل وتختار من هنا اللون الذي تريده له مثلا نختار له اللون الأحمر كما تشاهد معي بعد ذلك فقط نقوم بسحب النص إلى هنا نغفيه ثم نذهب إلى More هنا ونختار Visual Properties أو الخصائص مرئية ونضغط على Add Animation لإضافة تأثير معين ثم نقوم بالضغط على هذا السام في الأعلى هنا نقوم بالضغط على هذه الأيقونة نقوم بالضغط على هذه الأيقونة نقوم بسحبها إلى الجانب أو إلى أي مكان تريد أن يبدأ فيه النص بالظهور ونقوم بسحبه على هذا الشكل يمكنك التحكم في السرعة كلما سحبته أو جعلته طاولا كلما تباطأت سرعته وكلما جعلته صغيرا طبعة الحال كلما كان سريعا إذا نختار مثلا هنا على هذا الشكل نراحب معي الآن يظهر الشريط ثم تظهر الكتابة المتحركة وتبدأ في التحرك كما تريد معي على هذا الشكل إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة تمنى أن تكون قد استفتت منها لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الحلقة وتشارك في القناتين الأولى والثانية لا سلك جديد مشروح كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على فيسبوك فيسبوك دوت كم صلاش مشروح وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته